لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبو الحسن مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة وزيعة قال الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن رمح بن المهادر المصري قال أخبرنا الليث قال عن ابن الهاد قال عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعديل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين محمد بن رمح بن المهاجر المصري التجيبي مولاهم ثقة ثبت من العشرة والليث هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت إمام مشهور من السبع ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامى بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر من الخامس عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر أبو عبد الرحمن المدني ثقة من الربع عبد الله بن عمر رجل الله تبارك تعالى عنهما الصحابي الجليل لطائف الإسناد من خماسيات المصنف أنه في رؤية تابعية عن تابعي ابن الهاد عن عبد الله بن دينار وفيه ابن الهاد سمي بالهاد لأنه كان يوقض نارا ليهتدي إليها الأضجاف يوقض نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلق الطريق وهكذا يقولون في ترجمته رحمه الله تعالى رحمة وسع الهاد والمختار في اللغة العربية أن نقول الهادي بلياء فهذا هو الأفصح كذلك منها أن الصحابي في هذا الحديث أحد العبادلة الأربع عبد الله بن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما وهو من المكثرين السبعة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى 2630 حديثا ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه شرح الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء المعشر كل جماعة أمرهم واحد كل جماعة أمرهم واحد يقال لهم المعشر قال الإمام الكرتبير رحمه الله تعالى قوله يا معشر النساء هذا نداء لجميع النساء العالم إلى يوم القيامة هذا نداء لجميع النساء العالم إلى يوم القيامة وإرشاد لهن إلى ما سيخلصهن من النار وهو الصدقة مطلقا وادبها وتطوعها يقول لهم السلم يا معشر النساء تصدق أمر لهن بالصدقة وهي ما تعطى للفقراء في ذات الله سبحانه وتعالى يعني ابتقاء مرضات الله سبحانه وتعالى تصدقنا وأكثرنا الاستغفار أي طلب الاستغفار طلب ست لذنوب كنا قال الإمام الكرتبير رحمه الله تعالى الاستغفار سؤال مغفرة وقد عبر عنه بالتوبة كما قال الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفار أي توبوا إليه أقولنا بالسلام يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني أي لأني فالفق هنا للتعليل فإني رأيتكن الظاهر أنه أراد رؤية صنفهن لا نفس المخطبات يعني مش اللي كان نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم فقط وإنما الخطاب لصنف النساء جميعا كما قال في الرواية الأخرى طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء حديث المتفق العليل يقول الشيخ شيخ محمد العادم رحمه الله تعالى يحتمل أن تكون رؤيته صلى الله عليه وسلم إياهن في النار ليلة الإسراء ويحتمل أن يكون رأاهن في صلاة الكسوف كما سيجيء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفز ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكنا فإني رأيتكنا أكثر أهل النار فقالت مرأة منهن جزلة يعني جزلة قال ابن الأثير أي تامت الخلق ويجوز أن تكون ذات كلام جزل أي قوي شديد وقال القاضي عياذ رحمه الله تعالى أي ذات عقل ورأي قال ابن دريد الجزالة العقل والوقار فلما سمع النساء ذلك علمنا أن ذلك كان بسبب ذنب لهن فبادرت هذه المرأة لجزالتها وشدة حرصيها على ما يخلص من هذا الأمر العظيم فسألت عن ذلك فقالت وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار فأجابها صلى الله عليه وسلم فقال تكثرنا اللعن والمعنى لأن كنا تكثرنا اللعن قال القاضي عياذ رحمه الله تعالى اللعن في اللغة الطرد والإبعاد ومعنه في الشر الإبعاد من رحمة الله تعالى قال الإمام الكرطبي رحمه الله تعالى قوله تكثرنا اللعن أي يدور اللعن على ألسنتهن كثيرا لمن لا يجوز لعنه وكان ذلك عادة جارية في لساء العرب كما غلب بعد ذلك على النساء والرجال حتى أنهم إذا استحسنوا شيئا ربما لعنوا فيكلون ما أشعره لعنه الله يقول حتى حكى بعضهم أن قصيدة ابن دريدة تسمى عندهم الملعونة لأنهم كانوا إذا سمعوها قالوا ما أشعره لعنه الله لأنه كنا فقال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن وتكفرن العشير تكفرن قال الرغب الكفر في اللغة ستر الشيء وكفر النعمة وكفرنها سترها بترك أداء شكرها وأعظم الكفر الجحود الوحدانية والربوبية والنبوة والشريعة والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا والكفر في الدين أكثر يبقى الكفر في الدين بترك الدين والخروض منه ده أكثر أما الكفران فيكون في جحود النعمة يستعمل في جحود النعمة أكثر والكفور فيهما جميعا فأبى أكثر الناس إلا كفورة تكفرنا العشير هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج قال الشيخ ابن صلاح رحمه الله تعالى وهذا قاد بأن نفس اكثار اللعن ونفس كفرهن إحسان الأزواج من الكبائر يعني هذا الكلام يعني أن كثرت اللعن منهن وأن كفر إحسان الزوج من الكبائر أما اللعن فمن أعظم الجنيات القولية وقد ثابت عام صلى الله عليه وسلم أن لعن المؤمن كقتله حديث متفق عليه قال الحافظ في الفتح أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج أو أعام من ذلك أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج أو أعام من ذلك كما قال في الفتح رحمه الله تعالى ودليل الحديث بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره واستحققهن النار بكفران العشير يعني الحديث يدل على به وبالرويات وبالنفذ وبالشواهد على أن المراد به زوج واستحققهن النار بكفران العشير وجحد حقه يدل على أنه الزوج لعظيم حقه عليهن ثم أضاف النبي السلام قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أي ما رأيت أحدا من ناقصات عقل ودين والمراد نقصان هنا العقل والدين نقصان الكمال كما قال الطيبير رحمه الله تعالى العقل غريزة في الإنسان يدرك بها المعنى ويمنعه عن القبائح وهو نور الله في قلب المؤمن وقال الإمام الكرتبير رحمه الله تعالى والعقل الذي نقصه النساء هو التثبت في الأمور والتحقيق فيها والبلوغ فيها إلى غاية الكمال وهن في ذلك غالبا بخلاف الرجال وأصل العقل العلم وقد يقال على الهدوء والقد يقال على الهدوء والوقار والتثبت في الأمور وقد يقال على الهدوء والوقار والتثبت في الأمور قال والدين هنا يراد به العبادات وليس نقصان ذلك في حقهن ذنما لهن وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أحوالهن على معنى التعدب من الرجال حيث يغلبهم من نقص عن درجتهم ولم يبلغ كما لهم وذلك وصريح قولي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكم يعني على الرغم من ذلك يعني يغلبنا الرجل الحازم يقول نفسه أغلب لذي لب أي صاحب عقل لذي لب صاحب عقل من كنا وفي حديث أبي سعيد الفدري رضي الله عنه عند الإمام بخاري ما رأيتم من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله أذهب أي أشد إذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاض لهن إن كان ذلب ذو العقل الخالص من العقل الضابط لأمره إذا كان ينقاض لهن فغير الضابط أولا قالت أي تلك المرأة الجزلة مستفسرة عن وجه نقصان دينهن وعقلهن وفي حديث أبي سعيد وَقُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا من الأمور الثلاثة الاكثر والكفرا والإذهاب يعني في قوله أذهب للب الرجل ثم استشكلن كونهن ناقصات وما ألطف ما أجبهن به صلى الله عليه وسلم من غير تعنيف ولا لوم قال صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة مرأتين تعدل شهادة رجل فيه إشارة إلى قوله تعالى فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها وهذا جواب منه صلى الله عليه وسلم بلطف وإرشاد من غير تعنيف ولا لوم حيث خاطبهن على قدر فهمهن لأنه صلى الله عليه وسلم جبل على اللين والرحمة كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم يقول النبو صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي هذا أمارة نقصان العقل يقول وتمكث الليالي ما تصلي أي تمكث الليالي وأياما لتصلي بسبب الحيد وتفطر في رمضان أي تفطر أياما من رمضان بسبب الحيد فهذا نقصان الدين وفي حديث أبي سعيد فذلك من نقصان دينها يقول الشيخنا الشيخ محمد العادم رحمة الله تعالى رحمة وسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث المسألة الأولى حديث عبد الله بن عمر هذا تفرد به المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر تخريجه ثم في مسألة الثالثة ذكر فوائده قال من فوائد هذا الحديث بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا في الكفر السالب للإيمان وهذا هو وجف إراد المصنف له في كتاب الإيمان ومنها كذلك الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطعال الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطعال كذلك بيان أن الصدقة تدفع العذاب وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وأن إكثار الحسنات سبب لتكفير السيئات كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ومنها كذلك بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر فإن التوعد بالنار من علامة كون المعاصية كبيرة كذلك من الفائد بيان أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح قال الإمام نوي رحمه الله تعالى وليس فيه أنه كبيرة فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعن والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله يقول شيخنا الشيخ محمد العادم في التعليق على ذلك قال ظاهر هذا الحديث أن لعن المؤمن كبيرة لأنه شباهه بقتله وقتله كبيرة بلا خلاف فيقول فتبصر رحمه الله تعالى رحمة وسع كذلك من الفائد أن فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق وغيرها من الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها وهو كإطلاق نفي الإيمان ويأخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة على ما تأولناه كأنه كفران النعم يقول ومنها أن فيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس عاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات كذلك من هذه الفائد مشروعية مراجعة للمتعلم العالم والتابع المدبوع في مقاله إذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه المرأة الجزلة في كلامها رضي الله عنها كذلك منها جواز إطلاق رمضان مدرر إضافة إلى الشهر وفيه رد على من كره ذلك كذلك من الفائد أن قوله وتمكث الله لما تصلي يدل على أن منع الحائد من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس ومنها كذلك بيان مشروعية أمر الإمام الناس بالصدقة كذلك منها جواز عظة الإمام النساء على حدة كذلك منها بيان أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشك كذلك منها أن فيه مشروعية الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على السابع كذلك منها بيان أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان وليس المقصود بذكر النقص في النساء لو مهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الإفتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك آخر ما ذكره شيخنا الشيخ محمد آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعى في ذكر الفوائد بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة وقد ظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقوله كذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علدتم حريص عليكم بالمؤمنين فأوف رحيم كذا قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم كعادة شيخنا الشيخ محمد آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعى في ذكر ما ذكرetzung الإمام مسلم رحمه الله تعالى من بضاعاته الرئيقة وصناعته المتعة في المتابعات الإسندية والمرويات الحديثية قلوا بالسناد المتصل للإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبارنا ابن وهب قال عن بكر ابن مدر قال عن ابن الهاد بهذا السناد مثله قال بالسناد المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحق قال قال حدثنا ابن ابي مريم قال اغبرنا محمد بن جعفر قال اغبرني زيد بن اسلم قال عن عياض بن عبد الله قال عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا بسند المتصل الامام مسلم رحمه الله تعالى وحول الاسناد قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال وقتيبة قال وابن حجر قال وحدثنا اسماعيل قالوا ابن جعفر قال عن عمر بن ابي عمر قال عن المكبوري قال عن ابي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما وفق الله تعالى إليه في ذكر هذا الباب باب بيان نقصان الإيمان بنقص التعاط أما باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة فهذا بإذنة تبارك تعالى ما سيكون لعليه كلام في المرة القادمة بإذن الله تعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاءا من كل داء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الأخيرة حسنة قلنا عذاب النار صل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم